امين مرزوق عبدالله يا فندا انت بقى مرزوق ايوة يا فندا انت نيلت يا ابني في ايه حضرتك كلمونا عايزينك في امن الدولة انت بقى مرزوق الحمد لله يا فندا بقى مرزوق هل تكون حواما شكرا تقاطب البيت تخطي ادم عبدالحاي ايوة يا فندا حلوة ايه السوء ارجع لك رامتك تحبها اللي تشوفوا ساعتك طالما بقى اللي تشوفوا ساعتك يبقى انا واغساني واخد على خطري منك يا اخي الودء ادم عبدالحاي ده عمل عاملة من ليلة بستين ميلة لو انت مش بيحتربك على فكرة انت في المستقبل حبقى جزوخته وبعد ان انت ابدا مصر راجل من رجالة مصر وبتذكر خانت كلية الحقوق وفي المستقبل ممكن تبقى زابط شرطة حاني ممكن تبقى زميلي ممكن تبقى هنا موجاري عاية في امن الدولة انت مرزق يا ادم ارزوق الله مرزق ايوه فاندم بس انا عايز اقول حاجة يا ابني اقولي انت عايزه بقولك احنا زميل فضرحك برسوق سمعك تفضل يا فاندم ادم ارهابي ابن ستين كلب يا امرزوق هايش اقول حاجة لأدم ارهابي وابن ستين كلب احنا بتفقين اهو مسألة خلصانة بس انا مرزوق اصلا قصير اللي هي احتب عليك ازاي انا ما اخز احنا تبقى عارف ان ارهابي بستين كلب وما تعمليش مفاجأة واجيبوا في ايدك كده وتخش عليها اعرف يا مرزوق وشكلت في حياتي ان مفيش حد بعمل لي مفاجأة خالص انا دايما اللي بعم مفاجأات للناس قصة يا مرزوق انا عايزك تركز في اللي حاول اقولك ادم عبدالحي هنجيبه هنجيبه بس لما نجيبه احنا كنظام النظام صحيتها مش هرحمك لان النظام هيعرف ان انت كنت عارف ان ادم ارهابي ومتسطر عليه هزبط اقلو لكن لما انت تجيب لي ادم عبدالحي الوضع هيختلف بص يا مرزوق جبتلي ادم مجبتليش ادم في الحالتين انت معايا جبتلي ادم هتبقى راجل من رجالتي ومعايا هنجيب مكتبي مجبتليش ادم عبدالحي برضو هتبقى معايا بس مش في مكتبي هتبقى في الوضع اللي جوا وربنا يكفينا وكفي بقى شهر الوضع اللي جوا انا بحبش احرق المفاجآت هسيبقى كده تعرفها واحدة واحدة اريد احرق المفاجآت احرق المفاجآت احرق المفاجآت يا سعال تفضل يا أهلا وسهلا حمد الله عالسلامة يا دكتور حمد الله عالسلامة يا دكتور حمد الله عالسلامة يا دكتور الله يسلمك شريف ابني اللي استراجع من أمريكا حمد الله عالسلامة يا شريف بيه ما ليدك ألف سلامة على يدك لا أسمعك تدرس ده أجدع صعيد يشتغل عندي راجل فيه منتهى الأمانة يلا يلا روحوا هاتف الشون هوى يا دكتور هوى هوى تغلط قدامهم انت من هنا ورايح ابني شايف هو ابن حضرتك فينا هاجر هاجر من سنين والأرض دي انا اشتريتها على أمل انه يعيش فيها وهيبقى وصينة ربنا يرجعولك بسلام عادت ربي فيها ولما كبر هاجر وما فكرش فيها يلا طي الشباب ربنا يهدي على فكرة انا جبتلك لاب توب وفلاشة النات عشان ما بنتكلم من خلالك انت اأمم طريقة اتفتر 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 مستحبالي هلو يا مصطفى ازاك كدرج تحت النظر يا حبيبي انت اخبارك ايه طيب جميل جميل بقولك ايه انا عايز اطلب منك خدمة ربنا يخديك عايزك تعرفي تاريخ السفر بتاعت ازكارة باسم نانسي جورج غطاس مصبوط 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 بص يا درج هي كانت المفروض ان هي مسافرة ايطاليا على الخطوط بتاعتكو بس اجرت سفارها انا عايزك تعرفي انت سفر تأجل لي امتى بالزبط يا ريت يا اخويا يا ريت لا مش كده انا بس عايز اعمل لها مفاجأة ووصلها البطار بنفسي وقدم ما بيجيش زوني ليه عامل اصلا 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 ايه ما تتكلم قلقتني اصلا متعمينه في قضية